موسيقى 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 في فيديو اليوم نشرح زمن الماضي المستمر Past Progressive نتكلم عن تكوينه متى يستخدم كيفية نفيه وتكوين الأسئلة مع بعض الأمثلة وفي نهاية الفيديو بيكون في أسئلة لاختبار فهمكم يلا نبدأ أول نقطة بنتكلم عنها مما يتكون يتكون الماضي المستمر من was where زائد الفعل الفنج الفنج عبارة عن الفعل مضاف ل-ing was استخدمها مع i she he it هذي أستخدم معها was بينما where أستخدم معها you we they فنقول you were we were they were i was she was he was it was أما بالنسبة لل-ing أما بالنسبة لل-ing قولنا يتكون من الفعل نشوف عندنا هنا إيش الفعل الفعل study يدرس أضف له-ing صار studying read يقرأ أضف له-ing صار reading ناخذ مثال i was studying أنا كنت أدرس عندنا i معها was كيف استخدمنا was where عشان عندي i يعني على حسب الضمير أستخدم was أو where عندنا هذا ال-ing عبارة عن study مضاف له-ing مثال ثاني she was studying هي كانت تدرس عندنا الضمير في الجملة she استخدمنا معها was كيف استخدمنا was where عشان الضمير she studying studying عبارة عن إيش ال-verb مضاف له-ing مثال كمان they were studying هم كانوا يدرسون عندنا they هاي السبجكت أو الضمير عندنا ليش استخدمنا where ما استخدمنا was نقبلها they بدنا study الحين بنتكلم عن متى يستخدم يستخدم في ثلاث حالات في اللغة الإنجليزية أول حالة وصف فعل كان يحدث في وقت معين في الماضي فأقول yesterday at 6 pm I was reading a book بالأمس في الساعة السادسة مساء أنا كنت أقرأ كتابا شوفوا هذا هو past progressive I was reading عندنا هنا الأشياء التي تكون past progressive اللي هي was ما thing هنا في وقت معين اللي هو الساعة كم؟ الساعة ستة وقلنا yesterday yesterday معناها بالأمس طيب وقلنا هذا إيش؟ هذا past progressive ثاني حالة نستخدم فيها هذا الزمن إذا أبغى أوصف فعل مستمر في الماضي تم قطعه بفعل آخر مثلا أقول they were playing football when it started to rain كانوا يلعبون كرة القدم عندما بدأت تنطر يعني في اللغة الإنجليزية إذا أنا بتكلم عن الماضي وبقول أن شيء صار بس في شيء قطع هذا الفعل استخدم هذا الزمن فنقول they هذه subject عفوا subject والضمير عندي where بعدين playing هذا الفنك كذا عندنا الثلاث الأشياء التي تكون إيش؟ زمن الماضي المستمر بعدين when هنا أستخدمها إذا بتكلم في هذه الحالة إذا أبغى أقول إن في شيء صار بعدين قطعوا فعل آخر استخدم كلمة when لمنها عندما طيب شوفوا هذه الجملة اللي قبل past progressive ماضي مستمر الجملة اللي بعد when دائما تكون ماضي بسيط تمام؟ كيف عرفنا إنها ماضي بسيط عندي it بعدين الفعل نضاف له ed إذا ما تعرف إيش هو زمن الماضي البسيط لازم تروح تشوف الفيديو الحين يطلع لك شريط فوق أبيض إذا ضغطت عليه تروح للفيديو مباشرة طيب ثالث حالة والأخيرة وصف حالتين مستمرتين في نفس الوقت لكن وين؟ في الماضي فنقول while نحط تحتها ألف خط I was cooking My brother was watching TV بينما كنت أطبخ كان أخي يشاهد التلفاث عندنا هنا حدثان في نفس الوقت كيف عرفت إنهم في نفس الوقت؟ ليش محدث قطع الثاني؟ ما عندنا وين؟ وين تقول هذا الحدث قطع الأول؟ عندنا while while إذا شفناها في الجملة معناته إيش؟ أن هذا الحدث في نفس الوقت ونشوف عندنا I طبعا هنا مواضحة I ضمير was cooking هذا إيش؟ بس أو بس بس progressive بدان عندنا my brother was watching TV أيضا إذا بستخدم while وبتكلم عن حدثين كلهم يكونون ماضي مستمر كلهم نشوف هنا I was cooking هنا my brother الفاعل was watching عندنا was عندنا think صح؟ وهذه الأشياء التي تكون زمن الماضي المستمر عكس when قلنا إذا استخدمنا وين الأول يكون إيش؟ ماضي مستمر والثاني يكون إيش؟ ماضي بسيط هنا لا أستخدمهم كلهم نفس الزمن تمام؟ الحين بنتكلم عن النفي دائما في كل فيديوهاتي أقول النفي يستخدم مع الأداس تحرية إيش؟ not نشوف هذه الجملة I was watching TV أنا كنت أشاهد التلفاز عندي العناصر اللي تكون إيش؟ ماضي المستمر عندي I عندي was عندي watching طيب يلا نبغى ننفي إيش أسوي لما أنفي؟ إيش نسوي بالnot اللي قلنا عنها أداس تحرية؟ ندخلها على الجملة صح؟ يلا نبغى ندخلها وين نحطها زي ما إحنا شايفين هنا؟ لما أبو أدخلها حطها ما بين الwas ما بين الving طيب بينهم ها؟ تذكروا إشياء لتكونها؟ بلنا was where؟ خلاصي بالنص طيب دخلت النوت تصير الجملة I was not watching TV لم أكن وشاهد التلفال نثال آخر they were playing outside كانوا يلعبون بالخارج يلا نبغى ندخل النوت عندي they هذا الفاعل طيب عندي were عندي playing بدخل النوت وين؟ بحطها بينهم بين الware وبين البلين بين الware والفن فتصير they were not playing outside لم يكونوا يلعبون بالخارج طيب الحين السؤال كيف نثال مرة سهل في هذا الزمن إذا دايما عندي أفعال بي اللي was where is am are كيف نكون سؤالكم أسهل شيء في التاريخ أسهل شيء ممكن تشوفون يلا she was reading a book كيف نحول هالسؤال؟ شيء بسيط مقصد أعكس ما بين السبجكت وما بين الwas أو الware بس انتهى يلا نشوف was she reading a book ولا في الأخير لا ننسىش علامة الاستفهام ليش لأنه سؤال هل هي كانت تقرأ كتابة؟ بس عكسته نفس الشيء they were playing football كانوا يلعبون كرة القدم يلا نحول هالسؤال نستخدم ايش؟ مقصد were they playing football هل كانوا يلعبون كرة القدم؟ شايفين؟ مقصد طيب الحين اختبار الفهم دورك تحل الأسئلة بعطيك أسئلة لازم تحلها تكتب الإجابات وين؟ بالتعليقات يلا قم بتكوين جملة في الماضي المستمع باستخدام الكلمات التالية she cook dinner at 7 p.m. عندي she subject cook الفعل الفعل نبغاك تحوله الأش تضيف عليه أش تحط قبله أش عشان يصير ماضي مستمر بعدين dinner at 7 p.m. هابعطيكم تلميح تنزل زي ما هي بنفس الترتيب ايش بتصير الجملة؟ اكتب إجابة بالتعليقات she was reading عفوا he was reading a book قم بنافي الجملة التالية سهل صح ندخل ايش نحطها وين؟ قم بتحويل الجملة التالية إلى سؤال they were watching a movie سهل تستخدم ايش وكذا نكون وصل لنهاية الفيديو لا تنسى تكتب إجاباتك بالتعليقات عشان نتأكد من صحتها and see you next time موسيقى